طيب احنا قلنا بقى انه يبقى عندي الحديد بعد ما بحسبه هتشيك عليه انه هو لازم يكون اكتر من المينيوم اللي انا بحسبه فين اللي عند الكريتكال سيكشن اه ممكن اللي عند الكريتكال سيكشن يبقى وانا بحسبه يطلع اقل من المينيوم فلازم اتشيك عليه وممكن اللي عند الكريتكال سيكشن من الاول تكون الكيو اقل من الكيو سي بتاعة الخرصانة يبقى من الاول اللي هاخد المينيوم يعني كل يعني ممكن تبقى الكاميرا كلها من اولا الاخرة دعاءقال من QC ألتمائد طيب خلص يبقى تاخد المينيون مين اللي هياخد المينيون جنب العمود ولا الكاميرا كلها اللي جنب العمود واللي في النص كل الكاميرا مينيوم طيب لو طلع اكبر من QC ألتمائد زي المسألة اللي حلليناها هايبها فيه كناية تتحسب عند مين؟ عند الجنب العمود وفي نص الكاميرا المنطقة دي تاخد الميليموم تاخد 5.8 فده اللي احنا هنعمله نحسب الميليموم ونتأكد ان هو حددنا اكتر من الميليموم بعد كده الستيراب يعني هي يعني ما بتبقاش يعني حاجة مطلوبة كثير في الامتحانات ان اقولك ارسم للدستربيوشن دوت لكن يعني بعادة بترسم انت كده بالتقريب في النص الحديد في المنطقة اللي في نص الكاميرا هنا بتكتب لي عليه ان هو المينموم مثلا لو اسيه 5.8 واللي جنب العمود بتبقى الاسبيسنج اقل وبتكتب لي عليه قيمته اللي انت مطلعتها من الديزاين مثلا 8.8 أو whatever يعني لكن لو انا بقى عايز احسب بالزبط المكان اللي فيه الكنات المينموم ديت والمكان اللي فيه الكنات الكتيرة ديت بالزبط احسبه ازاي زي ما اتفقنا من الشير ستريس زي جرام الشير ستريس زي جرام عندي اقدر ارسمه اقدر اقول ان انا عندي هنا القيمة ديت ال QC Ultimate Uncracked من عندها كل اللي في الحتة ديت اللي في المسافة X ديت ده هيبقى كنات مينموم واللي بعد كده يطلع اللي احنا حاسبينه من شوية اللي هو الكنات اللي طلعت معنا مش عارب فاي عشرة كل ميت مليا فبنحسب الـ X ازاي هنعمل تشافه مسلسات بين المسلس الصغير ده والمسلس الكبير ده المسلس الصغير ده قاعدته QC Ultimate Uncracked والمسلس الكبير ده قاعدته ايه قاعدته الرياكشن على بيف دي ما هو ده شير ده مش شير فورس لو ده شير فورس كان ديتبقى الرياكشن بتاع الكمر لا ده كده شير ستريس يبقى الرياكشن على بيف دي كويس اقدر اجيب تشابه ما بين الاتنين دول اجيب منه المسافة X دي يبقى X بتساوي QC Ultimate Uncracked على القيمة دي اللي هي الرياكشن على بيف دي مضروب في L على اتنين يديني المسافة دي اللي انا حلل بي هنا حاجة تاني شبهتي مين مع مين شبهت المسلس ده مع مسلس تاني ارسمولك دلوقتي مع المسلس خلاه باللون نفاتح شوية مع المسلس ده المسلس صغير مع ده المسلس ده قعدته عند مكان Critical Section فلما هنا قلت القيمة هنا ايه هنا Q Ultimate اللي هي عند Critical Section اللي هي كتطلع 1.56 دي كده 1.56 وده تليه QC Ultimate Uncracked اللي هي 0.72 يعني التاني هي D1 0.56 فقدرشيب المسلس صغير ده بالمسلس اللي هو مش كبير قوي اللي هو وسط ده يبقى QC Ultimate على 1.56 يساوي الX على المسافة دي اللي هي ايه اللي هي L على 2 ناقص نص صغيرة العمود وده على 2 اللي هي مكان Critical Section اللي هو C على 2 نص صغيرة العمود زائد D على 2 نص الدبس أطرح C على 2 وده على 2 من L على 2 يديني المسافة القاعدة من تشاوم ثلاثات قدر أجيب المسافة X يبقى المسافة اللي فيها ال الكناة minimum اللي هي XX من هنا اللي هنا والمسافة اللي على الشمال دي أو اللي عامين فيها الكنات الكبيرة اللي احنا حسب المسال المشروح اللي هنا دوت ده مشروح مثال بالأرقام وكل حاجة بس مشروح للحالة بس بتاعة Straight Bars لو هي مش Straight Bars لو في Pint Bars كل اللي هيزيد بس على الموضوع دوت إنه كنت بتحسب الكنات هيبقى term ده الQ S دي مش بتساوي بس term بتاع الكنات لأ هيضاف عليها plus term بتاع Pint Bars زي ما قلتلك قبل كده تكون تفرضها من الأول وتشتغل على stir up زي ما أنا عملت في السلايد دي بالظبط يما تفترض stir up وتجيب Pint Bars بس الحالة دي بتبقى أنت لسه ما رسمت الشيار وبس دي كان آخر سلايد في المحاضرة لو في أي أسئلة دلوقتي قبل ما نقفل فيش أسئلة نعم نفيش طيب يعني stop ترجمة ترجمة